أنا بحب شخص وهو بيحبني يا سلام وبنتكلم في السر يعني ما فيش أي شخص بيعرف أن احنا بنتكلم مع بعض هل هذا حرام؟ نعم هو الحرام بعينه بعينه لا يحل لامرأة أو لفتاة في مختبر العمر أن تتحدث مطلقا مع رجل أجنبي نهائيا وقد قدمت حلقة في هذا الموضوع مهمة لمن أراد أن يطلع عليه بعنوان حتى لو كانت خطيباته نعم الخطوبة لا تعني الحديث على العمال والبطال أبداً إذا تحدثت إليه أو تحدث إليها ففي أضيق الحدود وعند الضرورة القصوى لأنه رجل أجنبي عنها أما في حالة الفتاة التي أفصحت عما يجري بهذا الأسلوب نحذرها من غضب الله تبارك وتعالى ونقول لها لا يسمح أو الشرع لا يسمح لك بذلك مطلقاً فاتق الله عز وجل يا ابنتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أختي توفيت قبل أبي وأمي وعندها ولد أختي توفيت قبل أبي وأمي وعندها ولد فماذا يريث من أبي أو أمي رحمة الله عليهما يعني أختي أو ابن أختي هذا يرث من جديه أبي وأمي نعم يرث وينال حق أمه إذا كان هذا الحق في حدود الثلث دي الوصية الواجبة الوصية الواجبة إذا مات الرجل أو إذا ماتت المرأة ولكل منهما أبناء في حياة والديهم أو والديهم يمكن أن يرث حق أمه أو أن يرث حق أبيه فيما لا يزيد عن الثلث فإذا كان له أخوال أو خالات أو أعمام أو عمات يعني ينال نصيب أمه فقط وهو دون الثلث في هذه الحالة ترجمة نانسي قنقر